أحد الأفراد نقلي عن عائلة الآن ما أذكر تفاصيل تلك العائلة قال في بيت أكو هنالك عائلة يعيش عدة أفراد هؤلاء قسموا ساعات الليل والنهار عليهم مثلا أفرض من ساعة 12 إلى ساعة 20 ليلا فلان يقرأ القرآن أو يعبد الله تعالى من ساعة 20 إلى ساعة 4 فلان الآخر نوبات متناوبة يقرأ القرآن فكان يقول هذا البيت لا يخلو من قراءة القرآن أو العبادة الترديد مني طيلة الليل والنهار عندنا في الأحاديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماوات كما تضيء الكواكب لأهل الآراء حق هذا اذجاatan أَجَيَبْ أَعْطَلَيْنَا ترجمة نانسي قنقر